بسم الله الرحمن الرحيم المعوقات والمشاكل التي تعترض عمل هذه الدائرة هذه المؤسسة وبنفس الوقت تأشير حالات إيجابية في العمل وأيضا تنبيه للسلبيات التي تؤشر على دوائر الأمانة لحد الآن الإجراءات جزء من الفساد هو حالة الاحتكاك مع المواطني ليش نقول تبسيط الإجراءات تبسيط الإجراءات يعني القضاء على نسبة كبيرة من الفساد هذا التماسل مباشر والمعاقبين وانطيني يا الله ماشي لك المعاملة وانطيني التليفون وأنا أجيك للمكان الفلاني هذا بسبب التماسل وغياب الإجراءات التبسيط كل ما نبسط الإجراءات كل ما نقضي على المعاقبين وضعاف النفوس المواطن يقدر يؤدي الخدمة أو يصل على الخدمة من خلال هذه التعاملات الإلكترونية وبالذات إجازات البناء إجازات البناء كلها فساد بفساد تسعين بالمئة منها فساد وتستخدم القوانين والضوابط والتعليمات لغرض الرشوة وابتزاز المواطنين وهذه مؤشر حتى عندي في تقرير أنا قاعد أحكي على التقرير الفني بعد أن ما جاي على تقرير المشاهدات المواطنين مشاهدات المواطنين يقول إجازة البناء تمنح للمواطن اللي عنده دار 200 متر مو فما فوق البيوت المنشطرة تعتبر تجاوز خصوصا في بديث الصدر وشرق القناة هي توزعت 140 بسبب أزمة السكن ظلت الناس بضطرة سويا قطعتين وصارت تلافة هنا هذا التجاوز وهنا يبدي مجرد أنه يبدي المواطن فعلا هو تجاوز يجي هنا تجي المساومة يأتي بعض ضعاف النفوس من وظفي البلدية ومعروفة متفق عليها كل المواطنين في أي منطقة روح أسألكم استبيان استطلاع في أي منطقة من هذه المناطق إذا مون نسبة تطلع 99% كل إجازات البناء تأخذ عليها رشوة أبد هذه لازم نعالج ومنظر نتفرج وصارت عرف لأنه زكتنا عنها وماكو إجراءات رادعة فصار عرف ويجوز هذا المرتشي حشاكم بعد صارت عدة في القضية شرعية استحقاء أنه ياخذ هذا جقد تشتغل الأمانة وجقد تتعب وأنت تتعبون وتقدمون جهد لكن هذا التصرف يسيئ لكم ويسيئ للدولة هذا المواطن من يقعد يشوف رئيس الوزراء يحشي على مكافحة الفساد وهو الصبح جاي موظف البلدية وما أخذ منه رشوة على إجازة البناء يضحك لو ما يضحك يقول الشيخ شهر رئيس وزراء يا مكافحة فساد لو هذا المواطن الذي راجع دائرة بلدية وما تمشي معاملته إلا يخليه لفت شكام مرقه بتجراره يقتنع أو يثق رئيس وزراء يتحدث يقول أنا برنامجي مكافحة فساد لا ولا أمين بغداد يقدر يقول أنا دوائري والمدراء العامين والوكلاء يقولون دوائرنا ولله الحمز يتقدم خدمة ولدينا إجراءات رادعة ضد الفاسدين ما حد يصدق لأن مواطن يومياً قاعد يتعرض لهذه الممبارسة وماكو إجراء فهذه جداً مهمة وواجب شرعي وأخلاقي ووطني لازم نوقفه ولازم نحاسب هؤلاء اللي سيؤن للجميع الكابسات لحد الآن تؤجر إيجار وأيضاً هذه من المسلمات وخصوصاً في المناطق الشعبية أكو نفوذ لبعض الأشخاص مأجرين الكابسات ومتفقيل بالبلدية وأصلاً هم يفترون على الأحياء والأسقة لأنه كوارد مطلوب من عدة واحد بايحها للثاني وتروح حتى لمواقع الطمر تنباع مواقع الطمر هيتدرون بيها لو لا أنا أدري بيها زين وين الموظفين وين الضقابة وين الدوائر وجوز هذه المصالح ممتدة هي اللي تمنع أي محاولة لمشاريع التدوير النفايات وأنا أتكلم عن معلومة مو فقط من التقارير أعرفها قبل لأصير رئيس جزراء هذا مظهر من مظاهر اللي للأسف ما تعالج لحد الآن أكو ظاهرة جديدة ما للتأجير الشوارع متعهدين قاعد ينصب نفسه متعهد ويأخذ إيجارات من السيارات مواطن يطبق السيارة ويقفها يروح يقضي شغلته يرجع يقل طيني يا بشكو قال لا إيجار فهذه مو كل الأجهزة الأمنية ما معقولة في كل شارع أكو قسم بلدي أكو مراكز بلدية مو هذه تقسيماتكم يفترض ترصد هذه الظاهرة وأيضا هبلت واجههم بلغون كل شارع كل فرع يمسوينا قراج ويأخذ فلوس من المواطنين اللي يوقف سيارت حتى الجزرات الوسطية صارت قراجات ومعروفة في كثير من المناطم طبعا الغرامات هذا في العالم ثاني هذا مزاج صاحب الموظف المكلف هو هو اللي يحدد هو الجهة التشريعية هو اللي يغير الغرامة هو اللي يخفض من يمه وبطرق مرتبة التليفون بكذا يشوفه رقم يشوفه وصل الوصل يصير بطال مئة ألف طريقة ما كو شيء اسمه غرامة أصولية وتنوخذ من المواطن وتروح للخزينة لازم بها ترتيب عرف أنا أريد أذكر هذه الأمثلة لأنه متواترة متفق عليها مثل ما يقولون متفق عليها هذه الغرامة إجازة البناء والكابسات والقراجات والابتزاز في المزادات هذه ظواهر ظواهر تخدش هذا العمل الكبير والجهد اللي تبدله أنا من أتحدث بمرارة لأنه أعرف أكو جهود حقيقية من ناس مخلصين يشتغلون ليل نهار لكن للأسف هذا تأثر عليكم وعلينا وعلى سمعة الدولة فأتمنى على الأخوات والأخوة أن ننتبه ونضع الحلول لهذه المظاهر أكثر المواطنين اللي أشرنا في هذا التقرير يقول أكو بطئ بإنجاز المشاريع يعني من يصير قشط للشارع على مودي الأكساء يظل أشهر فيظلون في حالة من التذمر والمعاناة صعوبة التنقل عدم الاستمرار بالإدامة والنظافة للشوارع والأزقة هذا مؤشر ملف الماء هذا القطاع فيه نوع من الإهمال يفتحوا تأسيس خط جديد للمنزل يتم من خلال القطاع الخاص يزلون على القطاع الخاص هو يفتح من يمه واتفاق مع الموظف البلدية لا مقياس لا كذا ونرجع ونقول أكو مشكلة بالمئة أبرز ملاحظات التقرير المواطنين إن شاء الله الزيارة الثالثة نجي وما نلقى سلبيات في هذه الملاحظات اللي ذكرناها أمام حضراتكم حكومة تمنت الخدمات كأولوية وراح نتابعها بأدق التفاصيل بأدق التفاصيل فاللي ريد منعدكم الحرص والتفاني وأن تجدون حلول لهذه المشاكل أنا ما ريد أحد شيها وتتكرر مرة ثانية أريدها تختفي أريدها تختفي وشن المطلوب منعدنا هنا حاضري ترجمة نانسي قنقر